هنروح لكرة السلة رجال يمكن كان عندنا مباراة زعناها لحضراتكم سبورتينج المباراة اللي فاتت وفزنا بنتيجة كبيرة 76.44 في يوم كان كل مفاجآت الحقيقة في دوري السوبر لكرة السلة هنلاعب المباراة اللي جاية المصير للاتصالات في ثاني جولات دوري السوبر وتبقى على صالة المؤولين العرب مطش صعب مطش صعب المصير للاتصالات فازت على اسموح المباراة اللي فاتت وعايز اقول لكم كمان انه الاسبوع اللي فاته في بداية الدوري او في مستهل الدوري او دوري السوبر حصل مفاجآت كبيرة عندنا التأمين فاز على الاتحاد السكندري فرق 21 نقطة في الشدي في ملعب الاتحاد السكندري والحيات دي كانت مفاجآة كبيرة جدا محترف التأمين حط 41 نقطة منهم 10 سلسيات الحقيقة يعني الارقام دي يعني من زمان ما شفناش حد حقا اه الحلقة هناك حلو الحلقة بتلم ولكن مش عشر سي بوينت طبعا يعني مع فرقة زي الاتحاد بدو جيد الدفاع كبتان احمد مريح الحقيقة هو السيستيمه كله دفاعي وبيتكع الدفاع من المداربين اللي بيحترموا الدفاع جدا فالحقيقة 41 بونت يحطها محترف في الاتحاد دي كانت غريبة شوية بس ده يعني والجميل ان المحترف ده عنده 40 سنة يعني مش صغيرة فدي مفاجآة المفاجآة التانية طبعا زي ما قلت حدتكم مصير للتصالات بتفوز على اسموح على نادي الزمالي وحصل حادثة شهيرة يعني في الماتش مش عايزين اتترك اليها يعني ادى لإيقاف اتنين لعيبة ولكن مفاجآت يمكن النادي الاهلي فوزوا على نادي سبورتينج بفرق 32 نقطة ده ما يقلش ابدا من نادي سبورتينج نادي سبورتينج انت هتشوفوا هيعمل اي نادي سبورتينج هيبقى ليه لو ما نفس على البطولة هيبقى ليه يعني دخل كبير او هيبقى ليه دور كبير في تحديد مين هو بطل السوبر ده كان كلامنا عن كرة السلة رجال